السلام عليكم ورحمة الله كان عمر بن أقيش رجل من الأنصار وكان له أموال من الربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذ ماله فجاء عمر يوم أحد إلى بعض أهله فقال أين بنوا عمي؟ فقالوا بأحد لقتال الكفار فلبس لأمته أي عدة الحرب من الدرع والسلاح وركب فرسه ثم توجه إلى أحد فلما رأاه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمر أي تنح عنا إلى جنب آخر ألا تدخل فينا فإنك كافر فقال عمر إني قد آمنت بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل الكفار حتى جرح فحمله بعض الناس إلى أهله جريحا فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال لأخته سليه هل قاتلت حمية لقومك أي دفاعا عن قومك وغضبا لهم أم غضبا لله فقال عمر بل غضبا لله ولرسوله وما لبث أن مات من جروحه فدخل الجنة وما صلى لله صلاة ونزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله وخافوا الله لعلكم تفلحون وتفوزون في الدنيا والآخرة واتقوا النار واجعلوا لأنفسكم أيها المؤمنون بينكم وبين النار وقاية وحجاب وصونوا أنفسكم عن كل ما يؤدي بكم إلى النار وكيف نتق النار لا يكون ذلك إلا بفعل المأمور وترك المحظور والمأمور هو توحيد الله والإسلام وطاعة الله ورسوله وفعل الخيرات والطاعات أما المحظور فهو الكفر والشرك بالله وفعل الذنوب والمعاصي والكبائر واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي هيئت للكافرين والكافرين جمع كافر ومعنى الكفر في اللغة السطر والتغطية أما الكفر في الشرع فهو الجحود والإنقار كان أبو حنيف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية واتقوا النار التي أعدت للكافرين يقول هي أخوف آية في الكرآن الكريم وعظى الله المؤمنين فيها بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه وقال الكثير من المفسرين في تلك الآية الكريمة هذا الوعد لمن استحل الربا ومن استحل الربا فإنه يكفر ويكفر وهو خالد مخلد في النار وهناك فريق آخر من المسلمين يتعامل بالربا رغم علمه بأنه حرام ويكر أن الربا حرام ويعتذر بالحاجة الشديدة وعدم وجود بديل فذاك الفريق مرتكب لكبير من الكبائر وهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه عدلا وإن شاء تجاوز عنه رحمة وفضلا وفي تلك الآية دليل على أن الإنسان له اختيار ومشيئة لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وفي تلك الآية الكريمة دليل على أن النار في الأصل لم تخلق للمؤمنين وإنما أعدت للكافرين وهي موجودة ومخلوقة لا تفنى ولا تبلى وفي تلك الآية الكريمة دليل على أن بعض العصات من أهل الإيمان قد يدخلون النار لفترة بسبب الذنوب والمعاصي والكبائر ثم يخرجون منها بفضل الله تعالى ورحمته جزاكم الله خيرا واتقوا النار التي أعدت للكافرين